ويكي بودكاست سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات أهلاً ومرحباً بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد برنامج جديد أعضاء جدد الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية والأمازيغية والدارجة المغربية أنا لبناء أيت أومست عضو بمجموعة مستخدمي ويكيبيديا المغرب في حلقة اليوم سنتحدث عن مؤتمر ويكين دابا من خلال حوار مع السيد رشيد بايا عضو بمجموعة مستخدمي ويكيبيديا المغرب والسيد زينب والسيد يوسف بالحاج يحيى عضوان بمجموعة مستخدمي تونس للتعرف عن مؤتمر ويكين دابا من حيث التنظيم وعن تجربة المشاركين أيضاً أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيوفي قبل ذلك دعوني أرحب بالسيد رشيد بايا رئيس فرع شبكة القراءة بالمغرب الحاجب وعضو بمجموعة مستخدمي ويكيبيديا المغرب سيد رشيد أهلا بك شكراً لبناء الصدافة أهلاً بك السيدة زينب عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيبيديا تونس وهي أيضاً مسؤولة تنظيم ويكين دابا تونس 2018 عضوة سابقة في لجنة تقديم الدعم لويكين دابا ومنصق التواصل لويكين دابا المغرب 2023 أهلاً بك سيدة زينب مرحباً لبناء وأهلاً بالجميع السيد يوسف بالحاج يحيى الكاتب العام لمجموعة ويكي تونس مسؤول عن لجنة تواصل ويكي كونفنسيون 2021 عضو بالويسكوم عضو في لجنة المنح لويكين دابا 2023 وعضو في لجنة تواصل ويكي كونفنسيون وويكين دابا سيد يوسف أهلاً بك شكراً لبناء مرحباً بزينب مرحباً برشيد مرحباً بسيدة المستمعين أهلاً بكم مرة أخرى شكراً على قبولكم الدعوة الآن سيد رشيد أود أن أسألك عن كيف يمكنك أن تصف تجربتك في مؤتمر ويكين دابا شكراً لبناء شكراً على الاستضافة بالنسبة لتجربتي في ويكين دابا أعتبرها تجربة عميقة وتجربة محفزة بحيث استطعنا أن نشارك مجموعة من الأواصر الإنسانية مع مجموعة من الإخوة والأخوات من مختلف البلدان الإفريقية وأعتبرتها لحظة متميزة وتركت أطراً في نفسي من ناحية أولاً هذه البادرة التي أعدها بادرة إنسانية وهذا المشروع العظيم الذي تطلع به ويكيبيديا وإن كان أساسه معرفياً ولكن في عمقه هو آلية للتعارف وله عمق إنساني كبير وأعتقد أن فيه تطور مفهوم القوميات والاختلافات ويبرز الإنسان في جماله وفي أخلاقه وفي إبداعه أكيد أنني التقيت بجموعة من الإخوة والأخوات من مختلف الجنسيات والثقافات والإثنيات ورأيت أن ما يجمعنا كثير وأن البعد الإنساني هو الأساس في كل العلاقات هذا أكد يمكن أن أصف هذه التجربة جميل سيد رشيد هنا أيضاً أود أن أسألك هل يمكنك مشاركتنا أبرز المحاضرات أو الجلسات التي لفتت انتباهك خلال المؤتمر؟ شكراً على هذا السؤال أعتقد أن أغلب المحاضرات التي حضرتها والبرنامج بصفة عامة كان برنامجاً مفيداً ورائعاً وإذا أردت أن أجيب عن هذا السؤال يعني رغم الصعوبة يعني قلت أن كل المحاضرات كانت متميزة ولكن بعض المحاضرات كان لها أثر لذي لأنني ربما كنت مشاركاً فيها ولو بشيء قليل وأظن أن الورشة التي أضطرها الأستاذ مونير ندي حول قراءة ويكيبيديا في القسم تركت أثراً جميلاً في نفسي وذكرتني بهذا المشروع وذكرتني بلحظات جميلة وذكريات متميزة حيث عملت إلى جانب الأستاذ مونير ندي في تنزيله في المديرية الإقليمية في الحاجب في زارة التربية الوطنية لفائدة مجموعة من الأساتذة والتلاميذ وأعتقد أنه كان مشروعاً ناجحاً وله أثر في الحاضر والمستقبل أيضاً استمتعت بحضور ورشة ورشة اللغة الأمازيغية في ويكيبيديا التي أضطرها الأستاذ إبراهيم السعيدي هذه الورشة أثارت انتباهي أولاً لأنها تبرز قدرة الإنسان بصفة عامة على أن يبدأ مشروعاً من الصفر ويطوره ويواجه صعوبات البداية وغياب صوابق ومعينات في اللغة خصوصاً اللغة الأمازيغية هي تجربة تعلم التحدي والاستمرارية وبدل الجهد وتساهم في الغنى الثقافي الذي تدعمه ويكيبيديا أيضاً استفدت أيضاً من محاضرة كان عنوانها أعطتنا فكرة عن التدبير المالي للمساعدات المادية التي تقدمها ويكيبيديا لدعم المشاريع يعني هذا فقط نظر قليل مما أثار انتباهي ويمكن أقول أن كل الورشات كانت في مستوى عالي ويعني كان هناك أثار جميل فينا جميعاً شكراً جميل جداً سيد رشيد وهنا أود التأكيد على أن مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل هو أحد أهم المشاريع التي تشغل عليها مجموعتنا وللمزيد من المعلومات حول هذا المشروع ما عليكم إلا السماع إلى حلقة مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل من برنامجكم ويكي بودكاست شكراً لك سيد رشيد بايا على الإجابة الآن سأنتقل إلى السيد يوسف سيد يوسف ما هو دور لجنة تقديم الدعم في مؤتمر ويكين دابا وكيف يمكنكم مساعدة المشاركين شكراً لبناء لجنة الدعم الاسم الكامل هي ويكي اندابا ستيرين كوميتي وهي لجنة أسسة سنة 2018 عندما بمثابة مؤتمر ويكي اندابا الذي نظر ما في تونس في سنة 2018 هدفها الأول هو دعم البلد والمجموعة التي ستقوم بتنظيم مؤتمر ويكي اندابا في السنوات المقبلة لأن في أفريق للأسف ليس هناك العديد من البلدان التي بإمكان تنظيم المؤتمر بدون وجود دعم خارجي أو خبرة من قبل المجموعات التي نظمت المؤتمر في السنوات الماضية وبالتالي الهدف الأساسي كان وجود هذا الدعم من قبل المجموعات والأشخاص الذين نظموا المؤتمر في السنوات الماضية حتى نتفاد كل ما هو مشاكل مع التنظيم أو بعض السهو أو ممكن يعني بعض المشاكل التنظيمية أو اللوجيستيكية وبالتالي منذ سنة 2018 وجدت هذه اللجنة التي بها يعني أعضاء الذين نظموا في السابق المؤتمر وهم من البلدان نظمة مؤتمر ويكي اندابا وكل سنة يعني نقوم بتقديم الدعم اللوجيستيكي يعني نكون في مختلف اللجنة التي التي هي لجنة التواصل أو لجنة المنح أو لجنة البرنامج وذلك حتى يكون البرنامج شامل وكامل في كل سنة من المؤتمرات وكذلك دورنا هو يعني وجود استمرارية في المجموعات الإفريقية حتى لا نواجه نفس المشاكل التي واجهناها في السنوات الماضية على سبيل المثال عندما نظمت المؤتمر ويكي اندابا الأول في سنة 2014 في جنوب إفريقيا بقينا ثلاث سنوات بدون أي مؤتمر وذلك لأنه لم تكن هناك أي لجنة أو أي شيء من هذا القبيل الذي يعني يكون له هذا الدور الفعال في ضمان استمرارية المؤتمر وبقينا حتى سنة 2017 بدون أي مؤتمر وثلاث سنوات يعني بدون أي تواصل أو أي استراتيجية واضحة في مستوى القارة الإفريقية يعني كان لها الأثر السلبي للأسف ومنذ سنة 2017 بفضل المجهودات بعض الأشخاص تنظمنا من تنظيم المؤتمر ومنذ سنة 2018 وجدت هذه اللجنة وبالتالي كان هناك وجود الأشخاص الذين لهم المسؤولية لتقديم الدعم لمختلف المجموعة التي ستنظم المؤتمر في السنوات المقبلة من سنة 2019 كان هناك المؤتمر يتم تنظيمه بشكل دوري كل سنة إلى غاية سنة 2023 وبالتالي دورنا الآن هو مواصل تقديم هذا الدعم وفي السنوات المقبلة سنحاول أيضا يعني افتعال أدوار أخرى لهذه اللجنة حتى نتجاوز فقط دور اللجنة المدعمة لمؤتمر ويكي سيد يوسف هنا أود أن أسألك ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المجموعات من أجل الحصول على هذا الدعم أولا لتكون مجموعة حتى تنظم مؤتمر ويكي يجب أن تكون مستعرف بها من قبل المؤسس تويكي ميديا فون دا فون دا وفي السنوات الماضية هناك العديد من البلدان التي تم بالفعل الاستعرف بهم من قبل المؤسسة لأن لو نظرنا إلى الماضي يعني عشر سنوات إلى الماضي ربما كان هناك خمسة أو ستة على أكثر من المجموعات التي مستعرف بها في سنة 2013 الآن هناك أكثر من ثلاثين إن لم تخوني الذاكرة وبالتالي أول شيء هو هذا الشرط وبخلاف ذلك يجب أن تكون هناك الأنشطة منتظمة بشكل دوري يعني يجب أن تكون المجموعة فعالة على المستوى المحالي قبل أن تكون يعني حتى تكون مؤهلة لتعظيم مؤتمر قريب وبعد ذلك يجب فقط أن تتقدم هذه المجموعة والأشخاص بطلب تقديم المؤتمر وبعد ذلك دور لجنة الدعم هو نظر في مختلف الظروف والشروط إن توافرت والمقترخات التي تقدمها عفاً كل مجموعة من المجموعة التي تقدمت لطلب تنظيم المؤتمر وفي نهاية المطاف تم اختيار المجموعة عن طريق تصويت نعم شكراً سيد يوسف على المعلومات سيدة زينب كفريق التواصل لويكين دابا كيف قمتم ببناء استراتيجية التواصل للمؤتمر مرحباً مرحباً لجميع استراتيجية التواصل في مؤتمر المغرب سنة 2023 يعني ما تختلفش على أغرب استراتيجية يعني المؤتمرات التي تصير في ويكي ميديا أكيد خبنا من الأول بناء فريق العمل المتكون من عدة أفراد ذوي خبرة كان عندهم خبرة في نشاطاتهم من قبل في التواصل وفي تنظيم المؤتمرات من عدة أماكن مختلفة في إفريقيا وكذلك العاملين في مؤسسة ويكي ميديا وأكيد عضاء تنظيم المؤتمر داخل المغرب قمنا كذلك بتحديد قنوات التواصل التي سيتم عليها العمل فحددنا القنوات التي بش يتم فيها التواصل كما تويتر انستغرام فيسبوك اليوتيوب والباجمتا يعني قلنا بتحديد أن المؤتمر بش يكون مؤتمر إبريد يعني بش يكون حضوري وعن بعض فكان فما تحضيرات تقنية للحاجة هبكة كيف كيف تواصلنا مع شركائنا دخل وخارج المغرب شركاء المحليين لويكي ميديا المغرب وشركاء لمؤسسة يوتي ميديا في الخارج وكذلك تم تحديد مهام أعضاء الفريق وعملنا على المحتوى اللي بش نحضروله قبل خلال وبعد المؤتمر اللي بش تم نشره على سوشال ميديا وكذلك حضرنا للمؤتمر الصحفي والمنشورات اللي بش تم تدولها وكان عنا اجتماع أسبوعي كامل للفريق واجتماعات متفرقة للأعضاء خاصة الأعضاء اللي تخدم على الديزاين والبروغرام والتواصل مع الشركاء كان فيما عدة اجتماعات خلال الأسبوع مع اجتماع قر لكمل الفريق هذا بصفة عامة التوجه والعمل في التواصل كمجموعة نعم سيدة زينب عرفت نسخة هذه السنة تنوعا لغويا كبيرا وغنيا بحيث أنه تم إعداد منشورات باللغة العربية واللغة الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية هل يمكنك أن تحدثين أكثر عن هذه التجربة تجربة ويكي اندابا السنة في المغرب كانت شريدة من نوحة خاصة لأنه أول مرة معنتها يتم التعامل على وسائل التواصل الاجتماعي بأربع لغات واللغة الأمازيغية فكان فما تغير من أين أشوف تغير جديد وفرصة جديدة أن نعرف بلغة معنتها اللي أغلب الناس ما يعرفوهيش وحتى كان كلمات بسيطة حتى تم نشرها معناتها خير للمؤتمر ولا قبل المؤتمر تخلي الناس تتعلم كلمات بسيطة من لغة أخرى اللغة الأمازيغية ما كنا نعرفوهي لغة شامل أفريقيا ومتنوع ومتنوع بحديتها كلغة فأنا حسيتها فما جهد في اللغات وكذلك حتى اللغة العربية لأنه أحنا نعرفو اللغة الرئيسية للمؤتمر هي اللغة الأنجليزية لأنه هي أكثر لغة تتفق بها معنى تكل البلدان الأفريقية فديما اللغة الأساسية للمؤتمر هي اللغة الأنجليزية فالاختلاف أنه دخلنا الأمازيغية والعربية معمتها حتى في منشوراتنا معمتها كان عندها إضافة وانا نشوفها إضافة جيدة يعني بش نعرفو بالثقافة المغربية والثقافة العربية وكان عندها دورها لأنه وصلت حتى الرسائل على الباج معمتها فيسبوك والإنستجرام أنه الرسائل تجينا باللغة الأمازيغية والتعاليق تكون باللغة الأمازيغية فأنا نشوفها حاجة به وأعتقد أنه نعرفنا شوية معمتها بالثقافة الأمازيغية نعم شكرا لك سيدة زينب الآن أود الانتقال إلى السيد يوسف سبق وأن حضرت عدة نصخ من ويكين دابا ما الذي تعتبره جديدا في هذه النصخة شكرا لونا صحيح حضرت مؤتمر ويكين دابا سنة 2017 في أكرا في غانا وكذلك حضرت في ويكين دابا في أغاندا لكن كانت أونلاين ما كانتش حضوري بسبب الكوفيد ممكن مقارنة تجوز بين ويكين دابا 2017 ويكين دابا الحضرت في المغرب 2013 كانت مؤتمر حضوري الشيء الأول هو وجود تقريبا العدد المشاركين تضعف من 2017 إلى 2023 وإذا يعني يأكد ثمار العمل اللي قاموا بها مختلف المجموعات لأنه في 2017 كان هناك خاولي 70 شخص الذين حضروا في 2023 قراب 150 وخمسين وممكن أكثر وهذا يعني يمكن نتعرف على أكثر أشخاص وكذلك أشخاص من بلدين أخرى لم يصبح الحظ في السابق الماضية أنها تكون موجودة في المؤتمرات وكذلك الشيء الآخر هذا أول تغيير إيجابي الشيء الآخر الذي تغيره وهو كذلك تحضر عليه دائما منذ قليل هو وجود لغات جديدة في ويكين داب لأنه في 2017 كل التقديم كل يعني البرزنتيشن يعني والوراشية عفوان كانت باللغة الأنجليزية فقط يعني لم يكن هناك أي استعمال أي لغة أخرى رغم أن نعرف أنه الأنجليزية هي اللغة المتحدة الأكثر في إفريقيا لكن هناك العديد من بلدين التي تتحدث الفرنسية كاللغة أولى وهناك بعض البلدين تتحدث الإسبانية البرتغالية ونحن تتحدث العربية أو أيضا أمازيغية يعني هذا الشيء كان جميل لأنه ممكن الأشخاص المجموعات التي ممكن كانت تحس نفسها معزولة النوع المال لأنه الأنجليزية لم تكن صعب لها تكون على أريحية بمختلف الورشية التي كانت مئة بالمئة الأنجليزية وشيء آخر يعني هو وجود العديد من المتطوعين من المغرب يعني شيء كان جميل جدا بأنه هذا يمكن يعني المؤتمر كان لهم فرصة يعني يحضروا في مؤتمر رغم أنه ممكن بعض لم يكن لهم التجربة الكافية لأنهم يحضروا مؤتمرات في غارج المغرب وهذا يعني يكون نوعا من البوست يعني لهذه الأشخاص حتى يتمكن تعرف ومن التواصل وال الانتجريش يعني تكون سريعة بطريقة سليسة وبطريقة إجابية أكثر يعني يتمكنوا أنهم يدخلوا في الأجواء بطريقة أسرع يعني إذا تشتغل مدة سنة سنتين ممكن ثلاثة أربعة فقط على المستوى المحلي بدون أن تتواصل مع أشخاص ممكن يبقى شيء نقص في تجربتك كمتطوع وكذلك يعني ممكن الأشياء الجميلة دائما تصير هو مثلا صارت في غانا وصارت أيضا في المغرب أنه هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام بعض الورشات في نهاية كل يوم حتى يتمكن الجميع المشتركين من تعرف على الثقافة المحلية لكل بلد وهذا أيضا يعني نحاول أنه نخج من فقط إطار مؤتمر حول ويكي فقط يعني نحاول في كل مؤتمر أن نعرف بالثقافة واللغة حتى يتمكن كل يعني مشارك أنه يعرف على أي مدى يعني البلدين الأفريقية المتنوع وكل بلد له ثقافة وتاريخ يعني غني الغايب شكرا لك سيد يوسف سيد رشيد هل حصلت على فرص للتواصل مع أفراد ذوي خبرات مشابهة أو مهتمين في مجالك شكرا لبنى أكيد كما قلت أن تجربة ويكيبيديا هي تجربة في عمقها تجربة إنسانية وهي تجربة غنية وملهمة لقد وتيحت لي الفرصة أن أتعرف على مجموعة من الأصدقاء والصديقات واكتشفت أن لهم هم إنسانيا ومعرفيا كبيرا وأنهم يجسدون بحق أخلاق ويكيبيديا يعني أن بالنسبة إلي وجدت تلك الأخلاق التي تتسم بالتواضع والأداب ويعني الإيمان بأهمية التطوع وخدمة الإنسانية وأيضا وجدت ذلك التقبل للآخر والقدرة على الانفتاح والتعرف على العديد من الثقافات حتى تلك التي يمكن أن نعدها بين قوسين ثقافات هامشية ولكن ويكيبيديا أو ويكيميديا تعطيها الإمكانية لكي تبرز ولكي تصدف المدافعين عنها والمؤمنين بها وهذا كما قلت هذا هو العمق الإنساني لويكيبيديا أو لويكيميديا في جنرال وأكيد أني استفدت كثيرا من هذه اللقاءات وهذه التجارب لأن اللقاء مع الأصدقاء في ويكيميديا يعني يسهل مجموعة من الخبرات ويجعلك يعني تعطيك تلك القدرة على أن تذلل مجموعة من الصعوبات التي ربما كنت تتخبط بها قبلا ولكن مع هذا الحوار وهذا التواصل الكثير من الخبرات يتم نقلها ويتم تمريرها لبعضنا البعض وأعتقد أن التواصل ما زال قائما أعتقد من خلال هذا البلاتفورم بحل التليجرام أو غير ذلك والتي أرجو أن تستمر وأن تتطور وأن نتقاسم فيها التجارب الناجحة والملهمة وأهم من هذا أن نشترك تلك المشاعر الإنسانية التي رأيناها في مؤتمر ويكيند في أغادير شكرا سيد رشيد وكما قلت كانت فرصة لنلتقي بالأصدقاء وليس بالزملاء هناك فرق كبير عندما ننادي الآخر بالصديق فنعم تطوع يجعل مننا أو يمكننا من تكوين صداقات جديدة ومتينة شكرا لك مرة أخرى سيد رشيد هنا سيد زينب هل كانت لديكم استراتيجيات محددة للتفاعل مع الحضور قبل وأثناء المؤتمر أكيد لبناء يعني كان عنا معنات على التليجرام عدة معنات قنوات كانت عنا قناة خاصة للمتحصلين على المنحة منحة الحضور للمؤتمر كيف عملنا قناة للمشاركين يعني بعد لأنه أي استفسار من أي شخص معنات على أي معلومة كان سهل لنا يسر أن يكون فما السؤال والإجابة سريعة معناتها خاصة نعرف أنه فما تنقلات وفما سفر وفما المنح وفما التأشيرات وكل ما يخص مقبل المؤتمر وكل ما يخص وقت المؤتمر خاصة في الحضور حتى في أوقات ساعات الجلسات المهمة اللي تعرف بعض الأوقات يعني المشاركين بالحديث وأنه أصدقاء وطيب دي برشا ما تقبلوش فمش نذكروا الناس بأنه فما في القاعة هذه الجلسة كذي وفي القاعة الأخرى جلسة كذي فكان فما كنا نستعمل التليجرام يعني كان يسهل أكثر معناتها أن المعلومة تصل بسرعة وهكا نسهلوا معناتها الحضوري معناتها أو أي استفسار يلقى إجابته بصراحة يعني الفريق كله كان موجود على التليجرام فريق التنظيم معناتها ويكيميديا المغرب كان يجيوب على أي سؤال بسرعة معناتها وهذه هي الاستراتيجية التي كانت معناتها سيد يوسف ما هي الصعوبات التي واجهتكم هذه السنة؟ شكرا لوبنا السؤال هذا ممكن يعني نجاوب عليه معايا ممكن بالخصوص قبل وأثناء وحتى بعد المؤتمر على سبيل المثال قبل المؤتمر أول شيء يعني قبل المؤتمر بستة أشهر أو سبعة لم يكن هناك إلى حد أول سنة 2023 أي بلد يعني منظم المؤتمر ويكينداب المغرب وبالتالي بقينا يعني في حيرة يعني لأنه إذا فمش أي متطوع ما نجموش نظم المؤتمر وهذه بش تكون حاجة سيئة لأنه نحن كدورنا كلاجنة الدعم يعني كويسكم أن نكون خارسين يعني أن المؤتمر يتجادد كل سنة يعني يتفهم كل سنة وبالتالي هوني نحب نجد شكر لمجموعة مش نعم مستعدمي ويكيميديا في المغرب لأن لما طلبنا منهم إذا كانوا يعني قابلين بفكرة تنظيم ويكيميديا ويكي إنداب 2023 في المغرب لأن طلبنا منهم فقط 16 يعني قبل المؤتمر يعني يعني ما رفضوش وكانوا قابلين الفكرة وبالتالي قينا يعني في كل التحضيرات يعني كانت في آخر لحظة نجمو قوله يعني التحضير البروغرام تحضير اللوجيستيكس يعني مجموعة المغرب يعني كان لازم يرقاوا للوتيل النزل كان لازم ينظموا social events ونحن بدورنا في اللجنة الدعم كنا مع تواصل مع ترايب الأجنسي حتى يعني ننظموا يعني الصفرات لمختلف المشاركين وبالتالي كان لازم نكونوا إفكاس وفي نفس الوقت يعني نخدموا يعني بسرعة لأنه لازم يعني نفضلوا الباليست يعني المشاركين يعني قبل ثلاث أشهر من المؤتمر حتى تتمكن يعني أخذ كل التذاكر وحجر زنوزل وبالتالي كانت كنا يعني في بالفعل كنا في سباق ضد زمن واللي ممكن زاد بعض الصعوبات أنه أحيان بعض المشاركين يعني ما ما كانوش عندهم إمكانية أنهم يأكدوا تراول الديتس متاعهم يعني من البداية يعني بعض المشاركين بقينا ننتظروا يعني في تأكيد متاعهم إلى آخر الشهر ممكن قبل المؤتمر لكن الفهم دولي يعني الفاضل كل أصدقاء تمكننا يعني من تجاوز كل هذي الصعوبات ونتفكر يعني في كل في السيف 2023 نتقينا نشتغل تقريب كل كل أسبوع يعني على سبيل مثل نعمله اجتماع أو اثنين يعني وممكن حتى أكثر ممكن حتى بشكل يوم ينتظور الكيمي المغرب يعني تلك الموكين تشارج التخفى يعني كبيرة و أثناء المؤتمر نفس الشيء يعني تنظيم يعني مش سهل يعني أنك تنظم يعني للوصول منتعة 150 تقريبا شخص من خارج المغرب يعني وأنت يعني فقط تخدم يعني كتتوعي ليس يعني العديد من الأشخاص التي يعني موجودة حتى تقوم بتأمين هذه الأشياء يعني فقط تنظيم المواصلات يعني بين المطار وبالنزل وتنظيم كل إشكاليات مثل يعني بعض المشاركين إذا كانوا مرقاوش يعني مرقاوش البوز حتى يجيوا للأوتيل أو في مشكل في الشمبر يعني كل هذه الأشكاليات اللي كانت تصير في تقريبا كل نصف سرعة يعني هناك هناك أشكال صغيرة لازم يتم حلوه في نفس الوقت لازم يعني المؤتمر يتواصل يعني لازم يعني نفلو كل هذه الأشكاليات بدون أن ننساو يعني أن الورشي يتم تنظيمها في إطار يعني مسالس وبدون أي تعطيلات وبعض المؤتمر صحيح كانوا ممكن بعض الإشكاليات يعني في رمبورسمن يعني تعويض بعض المصاريف التي لم تكن ما كانتش يعني على الحسبان على البال لكن مقارئة ما وجهناه قبل وأثناء المؤتمر نتصور يعني ما وجهنش العديد من صعوبية بعض المؤتمر والحمد لله يعني المؤتمر تم بنجاح وما وجهناش أي تشكيات أو أي شيء من هذا الشيء وبالعكس يعني المشاركين كل يعني شكروا للمنظمين وكيمية المعرب يعني 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 شكروا يعني كيف كيف يعني تمكنوا أنهم ينشحوا المؤتمر رغم قلة الوقت ورغم يعني على طواجة العديد من المشاركين يعني زيادة العدد من المشاركين بالنسبة المؤتمر هني أن لكم بهذه الإنجازات رغم كل هذه العواقب التي كانت يعني التي رغم كل هذه العواقب التي أطابتكم فهني أن لكم بهذا الإنجاز هنا أود أن أسألك مرة أخرى سيد رشيد هل كان المؤتمر فرصة أيضا لتحفيزك أكثر للعمل في هذا المجال شكرا لبناء بالنسبة لسؤالك هذا يمكن أن أقول أن هذا المؤتمر بالنسبة لشخصيا كان لحظة فارقة عززة لدي مجموعة من القناعات وأكد لي مجموعة من الأفكار التي آمنت بها انطلاقا من علاقتي بويكيميديا وعلاقتي بمشاريع ويكيبيديا ومشاريع ويكيبيديا هذا المؤتمر ترك انطباعا عميقا في ذاتي وشجعني على الانخراط بقوة في أولا في مشاريع ويكيبيديا بصفة عامة وأيضا شجعني على الاندماج أكثر في المجتمع الويكيميدي لأنني اكتشفت فعلا أن الأصدقاء والصديقات فيه يحملون قيما إنسانية حميقة جدا وفيه تشجيع على بناء المعرفة وعلى التواصل الإنساني وعلى التعارف في أشكاله السامية يعني رأيت سموا كما قلت في التواصل سموا في الأخلاق يؤثر فيك مجموعة من الأشخاص بأنهم كانوا قبلك لسنوات في هذا المشروع التطوعي ويؤمنون به فعلا ويقدمون أشياء كبيرة جدا من أجل الإنسانية أكيد أنه حينما تجلس إلى أشخاص ربما لديهم عشر سنوات أو خمسة عشر سنة من العمل المستمر والدائم في ويكيميديا يعني تقول أنت لا تفعل أي شيء أو لا تفعل أشياء كثيرة جدا في تطوير هذا المشروع إذن كما قلت رجعت أكثر تحفيزا وأكثر رغبة في الانخراط في هذه المشاريع التي أعدها فعلا مشاريع إنسانية بامتياز أساسها التطوع وخدمة الإنسانية جمعاء وأهم شيء أعجبني في ويكيميديا هو أن ليس هناك إقصاء كل التقافات يمكنها أن تبرز وكل الإثنيات يمكنها أن تظهر وهذه الأشياء ليست بسيطة يعني أمكن نقول أن ويكيميديا تمثل فعلا ذلك الحلم العالمي الحلم التعارف جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف فعلا نحن بالتبات إلي ويكيبيديا هي تجسد هذا العمق عمق التعارف وعمق التقبل تقبل الآخر والإنفتاع الآخر والرغبة في أن أعرف الآخر وأن يعرفني وهذه رأينا في علاقاتنا مع جميع الإخوة الذين جلسنا معهم أو تعرفنا إليهم خرجنا بصداقات جميلة وخرجنا بأفكار ملهمة إذن كانت كما قلت لحظات جميلة جدا وشكرا شكرا لك سيد رشيد على كلماتك الجميلة وعلى جوابك الآن سأنتقل إلى السيدة زينب هل تم استخدام تقنيات تفاعل مباشر مع الحضور أثناء الفعاليات والجلسات وأيضا كيف كانت التجربة أكيد لبناء كان فهم التفاعل واستخدم تقنيات معنتها حضوريا كان يعني خلال المؤتمر أكيد كان فهم الصور والستوري والريلز اللي تعملوا على السوشال ميديا كان عنا فيديوهات قصيرة كان عنا انترفيوز مع المحاضرين مع الحاضرين مش المحاضرين عذرت مع المشاركين كان عنا معنتها انترفيوز معهم سألناهم مع المشاركة متاحهم حاولنا إنه يكونوا معنتها في الفيديو ذوما ناس معنتها مختلفة الأعمار ومختلفة الجنسيات ومختلفة اللغات باش نبينه التنوع اللي موجود في إندابا لأنه إندابا معروفة بالتنوع الثقافي متاحة يعني والاختلاف الثقافي اللي بتنجي متشوفه كان في إندابا بالألوان متاعنا باللغات متاعنا فحاولنا إنه يكون فاهمة فيديوز يعني على التجربة اللي عاشوها في إندابا وحاولنا زيدا إنه نحكيه مع الناس اللي كانت أول مشاركة لهم في مؤتمر إقليمي أو في مؤتمر بصفة عامة ويكي ميديا حاولنا زيدا إنه نحكيه مع الناس كانت عندها مشاركة سبقة مع الناس عندها خبرة حتى في تنظيم المؤتمرات باش هيكيك يكون فاهمة معناتها مشاركة للتجربة وباش الناس تعرف إنه المؤتمرات الإقليمية معناتها هي فرصة لأي متطوع معناتها في ويكي ميديا إنه يحضر كما نعرف وسيح ويكي إندابا هي رهب مؤتمر إقليمي إفريقي لكن كيف ما شفته فاما حضور يعني من بلدين غير إفريقية باش ناخذ فكرة أكثر على التجربة وعالمشاريع فيعني كان فاما كان فاما تفاعل في نفس الوقت كان فاما زيدا إنتي نتفكر لبنا عمال بودكاست يعني مع بعض سجلت بودكاست مع بعض المشاركين فكل هذية كان في تفاعل ما بين المنظمين ما بين المشاركين وما بين الناس اللي ملاجمتش تحضر الإندابة ومعني أكيد نعرف إنه السفر موجس سهل والمنح موجس سهلة وحتى معنتها الباجت دي ما يكون محدود جداً معنتها فالفرصة كانت موجودة سنة مع ويكي ميديا المغرب وتم معنتها إنه الناس حضرت أونلاين حضرت عن بعد للمؤتمر وكان فاما زيدا منح تعطاعت بش نظم وجلسات إندابة في بعض البلدين فهذه حاجة جديدة زيدا صارت معنتها تشكر عليها ويكي ميديا المغرب يعني كانت فرصة البرشة معنتها بلدين وبرشة أعضاء معنتها في ويكي ميديا خذيوا فكرة جديدة وخذيوا فكرة على المؤتمر ونتوقع إنه مش يكون عندهم لحفة معنتها إنهم يحضروا للمؤتمر القادم إن شاء الله ويكي إندابة 2024 فإن شاء الله نكونوا إنه إحنا خلينا بصمة جميلة كما كل سنة في إندابة وإن شاء الله ديما عنا مشاريع وعنا أعضاء جدد وعنا أفكار جديدة ونجموا نتشاركوا بها مع بعضنا وعنا كيفاش يقولوا كل سنة نكتشفوا ثقافة جديدة في إفريقيا والثقافة هذية يعني هي اللي تبنينا من داخل لأحنا نعفوا لأحنا نعيشوا في قارة غنية جدا غنية جدا من حيث الثقافة من حيث اللغات من حيث اللغات من حيث تحب أنت معناتها تاريخيا فنتمنى أنه ويكي إندابة يكمل على المنويل هذا وأنه ما يصيرش فما معناتها يوما ما يفجوة وما يصيرش ويكي إندابة وإن شاء الله يقعد مؤتمر سنوي قائم إن شاء الله زينب بمزيد من الاستمرارية وللإشارة فقط يمكن لمستمعين الأوفياء الاستماع لجلسات ويكي إندابة 2023 عبر نصة اليوتوب لمجموعة مستخدمي ويكي ميديا المغرب هنا أود أن أسأل يوسف هل هذه أول مرة تظهر فيها المغرب؟ شكرا زينب لو ممكن نزيد معلومة عن قلته زينب في سؤال الأخير قبل إجابة عن سؤالك بالنسبة لقلت زينب استعمل السوشيال ميديا هو من بعض الأشياء التي لا تذكرتش في المقارنة بين ويكي إندابة 2017 و2023 هي كيفية استخدام مجموعة ويكي ميديا في المغرب بالتكنولوجيا بتعليق فعالة للغاية يعني شوهنا اللايف ستريمين لكل الورشات وكذلك الترانزليشن يعني لأشخاص اللي كانوا حاضرين أونلاين يعني كانوا عندهم لأوبشن أنهم يستمع بالفرنسية أو الأنجليزية أو بأي لغة يعني أو اللغة التي قام بها الورشة بالنسبة للمغرب هذي الثاني مرة نزور في المغرب سبق وزورت ماراكش سنة 2019 وبنوزة كانت في إطار ويكي عربية 2019 اللي نظمت في ماراكش في أكتوبر 2019 وشي الجميل اللي نرقى في المغرب هو يعني هي رحابة صدر يعني من أشخاص يعني المحاليين من المغرب يعني بخلاف يعني جميل تع المدن والأرشيتكتور الأنين يعني في كل مدينة يعني يعني هناك يعني اختلاف بين ماراكش ومن أغادير وشي اللي تحس يعني جميل في نفسي أني ما نحس شروح يعني أجنبي نحس كأني في بلد يوبين ناس يعني هذا هذا حاجة مزيانة شكرا لك يوسف وكما يقال بالمغربية مرحبا بك أننا في المغرب الآن زينب كيف وجدت مدينة أغادير؟ صراحة أنا مش مدينة أغادير فقط لأنه أنا أول مرة يعني متكوني الشرف أني نزور المغرب فكان عندي كانت عندي معنطها فكرة شوية معنطها على المغرب اللي حبيته في أغادير أولاً حبيت أنه تعلق معنطها تعلق بالحق باللغة الأمازيغية وثقافة الأمازيغية اللي عند الناس ومعنطها باختلاف معنطها نشكر ساعة ساعة في ويكي ميديا المغرب على السوشال إيفانت اللي عملوا هنا اللي يخليونا نكتشف معنطها ثقافة الأمازيغية في الموسيقى الأمازيغية وأكيد الأكل المغربي ثقافة في الأكل المغربي فكانت أنا بالنسبة لي كانت تجربة رائعة مدينة أغادير مدينة هادية وجميلة جداً وعرفت عليها برشة حاجات عرفت لمدينة أغادير يعني مدينة رائعة سكانها طيبين وأهلها مذيفين وشكراً معنطها على الفرصة أنه احنا عرفنا ثقافة جديدة معنطها من ثقافة البلدان الأفريقية شكراً زينب وكما علومة فمدينة أغادير هي من بين المدن التي يتحدث أغلب سكانها باللغة الأمازيغية ومرحباً بك أولاً مرحباً بك عدنا في المغريب وبرك دانا غير مغريب بالأمازيغية ككلمة أخيرة زينب ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ ككلمة أخيرة أنا ندعو كل المستمعين أنهم يشاركوا في المؤتمرات الإقليمية يقدموا على المنح كل ما تتيح لهم فرصة أنهم يحضروا مؤتمر أو أنهم عن بعد أو عن حضوري وأكيد نشجع على حضوري أكثر لأنك تلمس الثقافة يعني طريقة مباشرة لكن حتى كلمة نجمتش تلمسها طريقة مباشرة فميسيرش حتى عن بعد أحذر بشتتكولك بشتتكولك فكرة على المشاريع وعلى الخبرات وكيفش تنجم تقدم معانتها ببلادك وبأفكارك عن طريق حضور المؤتمرات فندعو جميع المستمعين أنهم يشاركوا ونثمن نشوفكم في ملتقيات قادمة إن شاء الله وشكرا على الدعوة شكرا زينب وشكرا لقبولك الدعوة يوسف ماذا يمكنك أن تقول والشي نشكرك لبنى على الاستضافة نشكر كذلك كل اللي ساهموا في إنجاح المؤتمر ويكيين دابا سنة 2013 بمعراكش بالقصوص ويكي ميديا المغرب وكذلك كل المشاركين اللي ساهموا في إنجاح المؤتمر وإن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا من تدخلاتنا وبالطبع بإمكانهم يتواصل معنا إذا أردوا ذلك يعني الأبوة مفتوحة في كل الأوقات وشكرا مرة أخرى شكرا لك يوسف سيد رشيد ماذا يمكنك أن تقول لنا أولا سعيد بحضوري مع كل ابنى وسعيد بحضوري مع سيد يوسف وسيدة زينب أنا بطوري أدعو جميع المستمعين لانخراط في هذا التجربة الإنسانية المسمات ويكيميديا بمختلف مشاريعها أن لها أهدف نبيل جدا أيضا أغتنم الفرصة أيضا لأشكر بدوري القائمين على إنجاح نسخة ويكي إن دابا بأقادير 2023 سواء الذين ساهموا في الإعداد لهذا المؤتمر و يعني وقفوا على كل كبيرة وصغيرة من أجل أن يخرجوا لنا يعني نسخة متميزة بكل يعني في كل التجليات نسخة في تقديري كانت متميزة بشهدة كل حاضرين والحاضرات وأكيد أنها تعطينا أملا أن إفريقيا أيضا قادرة على أن تنظم مؤتمرات بشكل أكثر احترافية وأكثر تميز وهذا يندل على شيء فإنما يدل لأن حينما يكون هناك الإرادة ويكون هناك التعاون وتكون هناك النية الصادقة وتكون هناك المعرفة ف نحن نخرج أشياء جميلة جدا إذن شكرا لهم جميعا وشكرا لك على هذه الدعوة شكرا لك سيد رشيد شكرا لك سيد زينب وشكرا لك سيد يوسف شكرا لكم لقبول الدعوة شكرا على روح التطوع وعلى وقتكم في التطوع شكرا لكم مستمعين الكرام على الإستماع حتى آخر لحظة من هذا البودكاست شكرا لكل من استمع إلينا ووصل نهاية الحلقة كنتم مع الحلقة الثانية عشر من برنامجكم ويكي بودكاست نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا نتمنى أن تنضموا إلينا في قديم الحلقات شاركوا الحلقة مع أصدقائكم عطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة شكرا لكم نلقاكم في حلقة جديدة من ويكي بودكاست معلوبنا شكرا شكرا